كما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور عبدالطيب بن راشد الزياني الاعتداءات الهماجية على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الزياني حمل سلطات الإيرانية المسهولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية مؤكدا أن فشلها في منع هذه الاعتداءات يمثل إخلالا جسيما بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بمجب اتفاقية فيينا والقانون الدولي وسنكر الأمين العام لمجلس التعاون التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين معتبرا إياها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومؤكدا أن تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية وقد أكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية في استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية ضد بعثات المملكة العربية السعودية في إيران وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها كما تؤكد دول المجلس دعمها للقرارات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة مرتكبية الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن والقلاقل وتقديمهم للقضاء العادل ترجمة نانسي قنقر